مع انقضاء ايام رمضان افطار على غير العادة في طرابلس اجتماع موسع ضم قادة عملية بركان الغضب احتجاجا على تكليف رئيس للمخابرات وتصريحة وزيرة الخارجية اذ رأوا فيها موالاة لعملية الكرمة الامور ليس كما هو مطفق عليه في المخاصة الامنية والعسكرية نجد ان مطالب المنطقة الشرقية فات الحد وكذلك عدم اتزامهم بالاتفاقيات المبرمة فكان الامس موحد لقادة بركان الغضب ومشور المجلس الرئاسي بصفة سليم سلمية عملية بركان الغضب نفت نيتها اقتحام فندق كورنثيا مقر الاجتماعات للمجلس الرئاسي موضحة ان ما جرى اقتصر على محاولة الاجتماع والاستفسار عن بعض الامور مختار الجحاوي امير شعبة الاحتياط في قوة مكافحة الارهاب قال ان مطالبهم تتمثل في ان يكون وقف اطلاق النار ساريا على الطرفين في الوقت الذي ما زال فيه الدعم يتواصل لقوات حفتر مطالبا بان تسري قرارات القائد الاعلى للجيش على كل الاطراف في اشارة الى عدم امتثال قوات حفتر لقرارات القائد الاعلى تجاهلت الى حد كبير دور بركان الغضب كقوة امنية عسكرية وايضا كجزء اساسي من الجيش الليبي في حين انها اعطت لحفتر الدور الاخضر او اعادته على الاقل اذا منظرنا الى الوضع عمليا ان حفتر الان اصبح ممثلا سياسيا في الحكومة المتحدث باسم عملية بركان الغضب مصطفى المجعي قال ان السلطة الحالية سلطة مؤقتة جاءت عبر اتفاق سياسي وليس عبر الانتخابات وان عليها اختيار مسؤولين مقبولين من الجميع والابتعاد عن اختيار شخصيات جدلية من الداعمين للعدوان ومن التابعين لمجرم الحرب حفتر قوات بركان الغضب كما تريد التعبير عن نفسها تقول بانها ليست قوة للحرب بل المحافظة على السلم ويؤتد القائمون عليها انها لن تخرج عن بنود الاتفاقات الشاملة بما فيها قرار وقت اطلاق النار لكنها لن تقبل بان يتغول الطرف الآخر ويسيطر على مفاصل الدولة بحسب قولها ابراهيم العبدالي العربي طرب